أحداث النجف الأخيرة وعنف الميليشيات دفعت بالوزير مايك بومبيو للتعبير عن رفض الولايات المتحدة لما يجري بومبيو أكد أنه من غير المعقول أن يستمر مرتكبو هذه الأفعال من دون عقاب داعيا وبشكل صريح ونادر إلى محاسبة الشخصيات السياسية التي تحرض على العنف وقادت الحكومة الذين لا يتخذون خطوات لحماية حرية التعبير والتجمع السلمي كما حث بومبيو الحكومة العراقية على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الميليشيات والمسلحين والمجموعات الأمنية في النجف والمدن الأخرى لهاجماتهم على العراقيين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي في إشارة إيليا ميليشيا الصدر والفصائل المسلحة الأخرى التي شمل بعضها عقوبات الخزانة الأمريكية لم يكن البيان الأمريكي هو الأول حيث سبقه بيانات متكررة أهمها الذي اعتبره مراقبون تغيير حقيقي في الموقف الأمريكي من حكومة عبد المهدي حينها ومنذ انطلاق الاحتجاجات في تشرين الثاني كانت الولايات المتحدة تقف بشكل أو بآخر مع طلبات المحتجين السلميين بمحاسبة القتلى والفاسدين وإبعاد العراق عن التبعية الإيرانية لكن الخط البياني لموقف واشنطن ارتفع مع مرور الوقت وطلب البيت الأبيض من الحكومة العراقية وقف العنف ضد المحتجين والوفاء بوعد الرئيس برهم صالح بتبني إصلاح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة والدعوة إلى وقف الاحتداءات المستمرة على المتظاهرين والناشطين المدنيين ووسائل الإعلام وحظر الإنترنت في البلاد وتوسعت نداءات للتدخل الدولي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي والضغط لوقف أعمال العنف المروعة التي تمارسها جهات عراقية متعددة وتابعة لأحزاب مرتبطة بإيران ترجمة نانسي قنقر